أكد وزير الخارجية البحريني عبدالطيف الزياني موقف بلاده الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وتأييدها للجهود الإقليمية والأممية في التوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وجدد وزير الخارجية البحريني إدانة بلاده للهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية باعتبارها عملا إجراميا يعكس الطبيعة الإرهابية للميليشي الحوثية جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك على هامش الدورة الثامنة عشر لمؤتمر حوار المنامة من جهته نبه وزير الخارجية إلى خطورة استهداف ميليشي الحوثي للناقلات والمشاءات النفطية وتهديدها لإمدادات النفط العالمي وموانئ الشحن الدولية وقال إن هذه الجرائم استدعت تصنيف ميليشي الحوثي منظمة إرهابية من قبل مجلس الدفاع الوطني داعيا إلى دعم هذا القرار والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذه